سيلرسون يقول في ختام جولته الخليجية أن واشنطن قربت أطراف الأزمة الخليجية من البدء في حوار مباشر ووزير الدولة الإماراتية يقول أن الأزمة تتجه إلى مرحلة النار الهادئة وأن القطيعة ستطول هيومن رايتس واتش تطالب دول الحصار بالتراجع عن إجراءاتها ضد قطر سرطة الاحتلال تقتل ثلاثة فلسطينيين عقب اشتباكات مسلحة في المسجد الأقصى وتمنع صلاة الجمعة فيه لأول مرة منذ نحو خمسة عقود نشرة الأخبار من قناة الجزيرة أهلا بكم قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسن أن المحادثات الدبلوماسية التي أجراها في الخليج ربما تكون قد قربت أطراف الأزمة من الحوار المباشر ولكنه نبه إلى أن الحل قد يستغرق مدة من الزمن وأشار تيلرسن في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من جولته الخليجية أشار إلى ما سماه انفتاحا على محادثات مباشرة بين تلك الأطراف وكشف تيلرسن بأنه طرح وثائق على الأطراف التي التقى معها تحدد طرقا لإحراز تقدم ووصف تيلرسن في تصريحاته التي نقلها موقع CNN العربي وصف بعض الجوانب الخلافية بين الأطراف بأنها معقدة وبأن بعضها يبدو عاطفيا وفي أول رد من دول الحصار على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي قال أنور جرغاش وزير دولة الإماراتي للشؤون الخارجية في حسابه الرسمي في تويتر قال إنه يرى أن الأزمة الخليجية تتجه إلى مرحلة النار الهادئة وإلى قطيعة ستطول وقال إن هذا هو ملخص الشواهد التي أمام دول الحصار وإنه كما تنادي قطر بالقرار السيادي فستمارس الدول الأربع المحاصرة لها إجراءاتها السيادية وقال جرغاش إن بلده أمام خيارات سيادية وإن دول الحصار ستمارس هذه الخيارات كل حسب مصالحه الوطنية وثقته في من حوله وقراءته لجواره ولعل هذا هو الأصوب في ظل اختلاف النهج وانعدام الثقة حسب تعبير الوزير الإماراتي واختتم بالقول إن الحل السياسي المرتبط بتغيير قطر لتوجهها بعيد كل البعد في هذه المرحلة وإنه يتوجب البحث عن نصق مختلف من العلاقات وحول تعليقات أنور جرغاش قال عبدالله بن حمد العذبة رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية إن تصريحات وزير الدولة الإماراتي شيء إيجابي يكشف عن تباين في وجهات نظر الدول المحاصرة وأضف العذبة في اتصال هاتفي مع الجزيرة أن على جرغاش أن يرسل ملاحظاته إلى وزير الخارجية الأمريكي بدلا من التغريد بها في تويتر كما طالب العذبة المملكة العربية السعودية بأن يكون قرارها مستقلا ولا يتبع إمارة أبوظبي هذا الرد من الدكتور أنور جرغاش يعكس انتقال دول الحصار قال دول الحصار من حالة الصخب كما ذكر في تغريدته إلى النار الهادئة وهذا شيء إيجابي لا أعتبر سلبي إذ أنهم سيبدأون يستعيدون التفكير والتأمل فيما قاموا بفعله أيضا في تغريدته الأخرى يقول بأن كل دولة ستقوم باتخاذ ما يلزم بحسب ثقتها من الدوحة إذن نحن نتحدث عن تباين في وجهات النظر من المأمول من إمارة أبوظبي أن ترسل ملاحظاتها إلى تيررسون عبر القنوات الدبلوماسية بدلا من التغريد على تويتر ويجب على العقلاء في المملكة العربية السعودية أن يظهروا بأن قرار المملكة العربية السعودية مستقل ولا يتبع أجندة إمارة أبوظبي وكان وزير الخارجية الأمريكي راكس تيررسون قد غادر الدوحة في ختام جولة مكوكية قادته إلى الكويت وقطر والسعودية لبحث آفاق حل الأزمة الخليجية وقد أجرى تيررسون مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني كما شارك بحضور أمير دولة قطر في لقاء ثلاثي مع مظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني والشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الأعلام بالوكالة في دولة الكويت وتنول اللقاء مستجدات الأزمة الخليجية والجهود المبدولة لحلها طالبت مديرة الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس واتش سارا لي واتسن طالبت دول الحصار بالتراجع عن إجراءاتها ضد قطر ودعتها لإدراك ما تسببه من أضرار لمواطنيها وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ونقل تقرير للمنظمة عن واتسن أن مئات الخليجيين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاختيار بين التجاه لأوامر حكوماتهم أو ترك عائلاتهم ووظائفهم أكد متحدث باسم المفاوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تسلمه رسالة من وزارة الخارجية الإماراتية بشأن قناة الجزيرة وكانت الخارجية الإماراتية أرسلت رسالة إلى زيد بن رعد تتهم قناة الجزيرة بترويج ما سمته الفكرة المتطرف وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرغاش إن اعتراضات الإمارات المقدمة على الجزيرة هي رد على تحريض الجزيرة حسب قوله كما زعم جرغاش أن الجزيرة تروج لمعادات السامية على غير مثال سابق تشكو دولة عبر وزير بها قناة تلفزيونية هي إحدى عجائب الأزمة الخارجية التي لا تتوقف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرغاش قدم عريضة مطولة ضد الجزيرة إلى زيد بن رعد الحسين المفاوض الأممي السامي لحقوق الإنسان كان الناطق باسم الحسين قد انتقد أواخر الشهر الماضي مطلب دول الحصار إغلاق قنوات شبكة الجزيرة فجاء رد جرغاش مغرقا في التناقضات الجزيرة تدعم وتروج للمنظمات الإرهابية بل هي منصة للفكر الإرهابي الجزيرة تحرض على العنف وتروج للطائفية برامج الجزيرة تشجع على معادات السامية كلام كبير دبجت به شكوى المسؤول العربي إلى المسؤول العربي الآخر في المنظمة الدولية كحاطب ليل يجمع المتناثرات على غير هدى ولا تدقيق استعرضت العريضة الجرغاشية مسوغات تهمها فحين تستضيف شاشة الجزيرة قيادات بالمقاومة كخالد مشعل الذي استقبل من قبل بحفاوة في عواصم الحصار تغدو مروجة للمنظمات الإرهابية في خلط مدان عربيا وإسلاميا بين المقاومة والإرهاب يتمهى فيه الوزير الإماراتي بل يزايد على الخطاب الإسرائيلي واليميني الغربي ضد حركات المقاومة الفلسطينية التي لم توجه سلاحها يوما إلا إلى المحتل وهي مواجهة وثقتها الجزيرة في إطار ما تقره الشرعية الدولية من حق الشعوب في مقاومة من يحتل أراضيها وخلال 21 عاما هي عمر الجزيرة في تغطية الشأن الفلسطيني بما حوت من حروب وانتفاضات لم تجرؤ دولة الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مكاتب الشبكة أو الوصول إلى مستوى جرغاش وزملائه في كيل الاتهامات لها بل التقت القنوات الإسرائيلية بالشهيد أحمد ياسين مؤسس حماس دون أن تخشى الوصم بتهم جرغاش تلتقي الشبهات الجرغاشية فيما تتعرض له الجزيرة من طعن مستمر مع إعلام تنظيم الدولة الذي لا يفتأ يصفها بقناة الفتنة والمنافقين في معرض شكوى الوزير الإماراتي يسوي بين قيادات المقاومة الفلسطينية كمشعل ورمضان شلح وبين قيادات أخرى كزعيم القاعدة أسامة بن لادن ويأخذ الوزير الإماراتي على الجزيرة نشر خطابات بن لادن وأخباره وهي أي الجزيرة لم تكن سابقة إلى ذلك بل ظهر القيادي السعودي على الشبكات الأمريكية أولا ونقلت لاحقا معظم وسائل الإعلام العالمية عن الجزيرة وعلى ذات المنوال نسجت قناة السي بي أس حين التقت عبد الرحمن ياسين المتهم بتفجير مركز التجارة العالمي وفي سجن المخابرات العراقية ومن قبله ظهر على الشاشات ماك فيي منفذ تفجير أوكلاهوما والذي حكم بالإعدام تغيب عن الوزير الإماراتي وشركائه طبيعة دور الإعلام حين يوثق للأحداث ويؤرخها حتى ولو كانت جرائم خالصة دون أن يتهم عقلا بارتكابها ودور الجزيرة في هذا كدور سائر القنوات عبر العالم التي تضامن كثير منها مع ما تتعرض له القناة الأكثر حضورا عربيا من حملة دفعت عديدا من القنوات الغربية لإعادة بث فيديو الجزيرة المطالب بحرية الصحافة وكما تغيب عن جرغاش الحقائق لا تسعفه ذكريات الماضي القريب فمقابلة الجولاني التي أشار إليها في شكواه نقلتها قناتاء أورينت والغد العربي وإحداهما تبث من الإمارات والأخرى تمولها الإمارات تطول عريضة الطعن في الجزيرة ومع ذلك فالمدافعون عن القناة ومنهم وسائل إعلام كبرى عبر العالم كالبي بي سي والسي ان ان والنيويورك تايمز والجارديان والإيكونوميست وغيرها أصدقوا لدى الأمم المتحدة من وزارة وضعت غلق الجزيرة مطلبا المدافعون عن الجزيرة لا يدعون لها العصمة لكنهم يرون أن الإعلام إن اجتهد فأصاب أو أخطأ فإنتاجه ينتظر النقاش والجدل للوشايات السياسية استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين في اجتباك مسلح داخل باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم عصيب ثلاثة من جنود الاحتلال وصفت جروح اثنين منهم بالخطيرة وكان منفي دول عملية قد أطلقوا النار على جنود إسرائيليين عند باب الأصباط من مسافة قريبة فطوردوا إلى باحات المسجد الأقصى حيث استمر الاجتباك وقد أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل المسجد الأقصى وأخرجت جميع المصلين منه ومنعت إقامة صلاة الجمعة فيه وينضم إلينا من جابل الزيتون في القدس المحتلة مراسل الجزيرة الياس كرام الياس هذه أول مرة منذ ما يقارب خمسة عقود تمنع فيها سلطات الاحتلال الصلاة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى ما هي الإجراءات الأمنية المستمرة هناك؟ نعم روع بالفعل هو كذلك هذه المرة الأولى التي يمنع فيها الاحتلال الإسرائيلي إقامة شعائر صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك منذ حريق المسجد عام 1969 إجراءات أمنية مشددة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء في كافة أرجاء البلدة القديمة في القدس هو أغلق عمليا كل المداخل إلى البلدة القديمة كما قام بإغلاق كل الأبواب المؤدية إلى داخل باحات المسجد الأقصى المبارك بعد أن أفرغها كلها في ساعات الصباح من المصلين والمعتكفين الذين تواجدوا فيها وبالتالي كما أشرنا بقرار من رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بعد مشاورات أمنية مع قادة أجهزات الأمنية تقرر أيضا منع إقامة شعائر صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحالة الأمنية هي حالة أمنية متوترة هنا في محيط القدس في محيط البلدة القديمة عموما لكن أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيودا وتضع حواجزها في أماكن أبعدة من ذلك في محيط مدينة القدس بشكل عام تحديدا عند الحواجز المؤدية ما بين الضفة الغربية ومدينة القدس وتقوم بعملية تفتيش وتدقيق بهويات القادمين من هناك وبسياراتهم العملية روعة وقعت في حوالي الساعة السابعة والربع صباحا عند باب الأصباط وهو أحد الأبواب المؤدية للبلدة القديمة هناك قام المنفذون الثلاثة بإطلاق النار من مسافة سفر باتجاه قوة من الشرطة الإسرائيلية التي تتواجد بشكل دائم هناك مما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد هذه القوة بجروح وصفت جراح أثنين منهم على الأقل بأنها غاية في الخطورة بعد ذلك استمرت عملية المطاردة إلى داخل باحات المسجد الأقصى المبارك حيث قامت قوات خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بمطاردة الشبان هناك واشتبكت معهم في إطلاق النار أطلقت عليهم النار تحديدا عند صحن قبة الصخرة المشرفة مما أدى إلى استشهادهم جميعا نشير هنا إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلي فرض تعتيما إعلاميا كاملا على هوية الشبان الثلاثة رغم أنها متوفرة لدينا ومتوفرة بشكل عام لدى الإعلام لكن الآن نحن نتلقى بعض المعلومات عن أن هناك مداهمات تجري في إحدى البلدات العربية ربما تكون هي مسقط رأس المنفذين الثلاثة لهذه العملية أيضا لا يمكننا الإشارة إليها في هذا التوقيت هناك بعض من حاول استغلال هذه العملية تحديدا من قبل وزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيسة في اليمين الإسرائيلي المتطرف للدعوة إلى أن هذه العملية هي تجاوز لكل الخطوط الحمراء وأنا ثمت داعي لإعادة النظر في كل الإجراءات الأمنية سواء كان ذلك في الحرم القدسي الشريف أو كذلك في البلدة القديمة عموما في إشارة إلى جعل ربما باحات الأقصى المبارك باحات أو ساحات عامة يسمح للجميع بدخولها وهي مخططات قديمة كان الإحتلال الإسرائيلي قد حاول تنفيذها في السابق وأفشلها الفلسطينيون لكن هناك من يحاول أن يستغل هذه الأجواء كذريعة لفرض مزيد من الإجراءات الأمنية التصايدية في المسجد الأقصى المبارك شكرا لك ألياس كرام من جبل الزيتون في القدس المحتلة كنت معنا مراسل الجزيرة هذا وقد استشهد فلسطيني في الثامنة عشرة من عمره خلال مواجهات في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم وقالت مراسلة الجزيرة إن المواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال المخيم صباح اليوم هذا وقد انسحبت تلك القوات لاحقا إلى هنا ينتهي هذا الجزء من النشر الذي نقله إلى لغة الإشارة مشكورا الزميل ناجي زكارنا